الصديق العزيزة بمعط زاكي في جزئية هو الناس ليه مشغولة الاهل جدد لعلي معلول ولا مجددش هو عمر السلية جدد ولا مجددش رغم ان الاتنين عقدهم يخلص السنة الجاية يعني الاهل تفضلا منه وحرصا على توفير الاستقرار للفريق بيفتح ملف التجديد معاهم بدر شوية لكن الاهل الحقيقة لفت نظر النقطة مهمة على هذا الكيل بمكالين لانه في الوقت اللي الناس مهتمية جدا في كتير من البرامج والمواقع بعلي معلول محدش واخد باله ان نادي الزمالك مثلا عنده 8 لعيبة تنطبق عليهم حالة علي معلول 8 لعيبة يمكن ابرزهم واهمهم كلعيبة دولين طرق حامد وبن شارئ وعبدالله جمعة وابو جبل مجموعة من اللعيبة الكتيرة كويسة مش مطلوب من الاعلام بالمناسبة انه يضغط على نادي الزمالك بالملف ده ده مش دور الاعلام لا تضغط على الآلي ولا على الزمالك بالضبط لا تصدر ازمة للزمالك من خلال لعبته ولا تخلقها للنادي الآلي علشان لعبته خاصة ان التفاوض ومناقشة هذا الامر على الهوى بيضعف من موقف المؤسسة ده حاجة الحاجة التانية بيهز استقرار الفريق وبيوجد مساحة وضغينة ما بين اللعيبة مع بعضيها بالذات لان الاعلام بيبدأ يتكلم انه سين عايز ياخد خمسة ومش ياخد ستة طب ولما يتقال انه غضبان من الخمسة عشان عايز سبعة اللي بياخد ثلاثة ده يعمل ازاي بس يبدو ان ده سلوك اعلامي ما بيتعبل مع محمد صلاح نفس الشيء هنا عندنا طوله ناري تكلمه على تجديد محمد صلاح وعلاقته بليفربول كل يوم له علاقة كل يوم كلاب مش عايزه كلاب بيحاربه كلاب مش عارف ايه مين قال عليه وحش بعدين تاني يوم كلاب يقول ده حسن لعيب في العالم ده انا سعيد بقى داقه فيقولوا كده ورده محمد صلاح مبسوط جدا في ليفربول محمد صلاح مبدايق جدا في ليفربول دي مش حياة بصراحة دي زهنية مهنية محتاجة تتغير لان فيها كتير فعلا من الرأس هنطلع لفاصل وبعد الفاصل هنشوف بقى مين اللي تمسك من عظمة لسانتي